أسوأ شي في الآيفون أنك بعد أسبوع تقريبا من اقتناءه رح يوصلك تنبيه يقولك الذاكرة ممتلئة لازم تشتري مساحة تخزين حتى لو كنت شاري آيفون مساحته 1 تيرا بايت السبب أن أبل مصممه نظام الآيفون بطريقة يخليك تشتري مساحة آي كلاود علشان تستفيد من الخدمة وعلشان أبل تربح من وراك طيب كيف نقدر نتفادي هذا المشكلة وكيف أصلا تصير أول ما تقوم بعمل حساب الآي كلاود حساب الآبل حساب الآيفون آبل تعطيك فقط مساحة آي كلاود 5 جيجا بايت هذا المساحة غير كافية طبعا لأنه من الطبيعي أول ما تقتيني الهاتف وتبدأ تستخدمها تنزل برامج تتراكم محلفات الواتس آب الإنسجرام وإلى آخره لما الهاتف بشكل تلقائي يقوم بعمل نسخة احتياطية لكل هذه الملفات يحصل أن المساحة أكثر من 5 جيجا بايت اللي عندك في الآي كلاود وعشان كذا يقولك يلا اشتري مساحة عشان نقدر نعمل نسخة احتياطية فلحل هذه المشكلة هناك طريقتين الطريقة الأولى مجانية وبسيطة وسهلة راح نشوفها الطريقة الثانية هي باشتراك شهري لكن بسعر رمزي بس قبل أن نشوف الطريقتين إذا كنت مستقيمي للآيفون فكر في الإشعار في القناة داما نسوي مثل هذا المحتوى وتوقع القناة تفيدك بشكل كبير شكرا خلينا نبدأ بالطريقة الأولى نصير على الإعدادات بعدها نصير على الإحساف وق وبعدها نصير على الإي كلاود لو تلاحظت مكتوب 5 جيجا بايت نضغط عليه نصير على الصور ونتأكد أن كل هذه الإعدادات مغلقة وبعدها نرجع وننزل تحت على التطبيقات أي تطبيق فيه مساحة كبيرة من البيانات مثل الواتس أب أو مثلا تطبيقات مثل إدارة ملفات طرب وغيرها اللي تنزل من خلال هالفيديوهات عطلها لا تخليها تعمل نسخة احتياطية بهذه الخطوات صورك ما راح ترتفع إلى الإي كلاود ونفس الشي بيانات الواتس أب والنسخ الاحتياطية للبرامج الكبيرة ما راح تصير بكذا راح يحل المشكلة ويتنتهي مشكلة التنبيه لكن للأسف هذه الخطوات تسبب مشكلة أخرى لو لا سمح الله ضع ترفونك انسرق أو اخترب ما راح تقدر تسترجع البيانات اللي فيه يعني صورك محادثات الواتس أب راح تضيع إلا إذا قمت بعمل نسخة احتياطية بشكل يدوي عن طريق الآيتونز الطريقة بسيطة جدا هي كالآتي اتوصل الهاتف باللابتاب والكمبيوتر اللي عندك اتنزل تطبيق الآيتونز أول ما تشبكه راح يقول لك هل تريد تعمل نسخة احتياطية وبكذا عملت نسخة احتياطية بطريقة مجانية طبعا عاد كل أسبوع يفضل لأنك تشبك الهاتف باللابتاب والكمبيوتر ويعمل نسخة احتياطية بهذه الطريقة ما راح تضطر أنك تدفع أي شيء لأنك عملت نسخة احتياطية بشكل يدوي عن طريق الكمبيوتر لكن للأسف أيضا مش الكل اللي يتابع عنده كمبيوتر ومش الكل أصلا عند الوقت أنه أسبوعيا أو كل فترة قصيرة يشبك الهاتف باللابتوب ويعمل نسخة احتياطية فيريد العملية أنها تصير بشكل تلقائي وهي عن طريق الاشتراك بخدمة الآي كلاود والطريقة بسيطة كالآتي نصير على الإعدادات بعدها نصير على الإحساف وق وبعدها نصير على طرق الدفع في عندنا كم طريقة لدفع عن طريق الآي تونز أولا عن طريق الكريدت كارد ثانيا عن طريق رقم الجوال إذا شركة الإتصالات تدعم أنك تدفع قيمة التطبيقات والاشتراكات عن طريق رقم الهاتف خاصة لو عندك رقم بنظام الفاتورات طريقة ثافة هي عن طريق بطائق الآي تشراف كل مكان تقدر تحطها هنا وبعدها راح تقدر تشتري البرامج واشتراكاتها بعدها نصير على الإعدادات بعدها الحساب بعدها الإيكلاود وبعدها إدارة المساحة وبعدها نضغط هنا ونغير الباقة بالطريقة اللي تريدها لازم تختار الباقة على حسب البيانات اللي موجودة في الهاتف لا تختار باقة أكبر أو أصغر لأنك لو اخترت باقة أصغر ما راح تقدر ترفع وتعمل نصغة حتياطية يعني ما صفت شيء ولو حتخترت مساحة أكبر راح تضيع فلوسك لأن الاشتراك هذا الشهري يعني شهريا راح تدفع هذا المبلغ فتصير على الإعدادات بعدها عام بعدها مساحة التخزين وتشوف كمية المساحة المستخدمة اللي راح تحتاج أنك تشتري مساحة آيكلاود علشانها حطوا لايك لو أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك إذا كانت تجدون شكرا وأشوفكم في الفيديو القادم